اشتركوا في القناة صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله تحية خاصة لسكان خراطة على حملة النظافة لدعوها لمقبر السيد عبد الرحمن بخراطة تحية لجمعية التشديد صاحبة المبادرة بارك الله فيكم لا شك أن كل ميت نقيتول القبر انتعوا راو يدعي لكم إن شاء الله وما له يدعي لكم واللي يجيزوا ويدعي لكم وستجدون إن شاء الله هذه الدعوات في حياتكم في البركة لبارك لكم ربي في زوجاتكم في أولادكم في بناتكم في بريوتكم في حياتكم أسأل الله لأهل خراطة أن يحييكم بلا إله إلا الله ويميتكم على لا إله إلا الله ويحشركم مع أهل لا إله إلا الله شوف مجموعة من الناس راحوا نقاو المقبرة وإحنا راحوا جابونا جوارزي نيجر جوارزي نيجر بشي قال لك يعلمنا أن نقير بلادنا جابونا جوارزي نيجر بشي علمنا كيف نحفظه على البيئة ما عندنا إحنا دوك ما نعرفوش 36 مليون جزائري ما يعرفش يحافظ على البيئة ما يعرف غير الصجرة ما يعرف يسق من الحدائق ما يعرف يدير المسابح ما ما عرفه ولو جوارزي نيجر ترميناتور يجي يعلمنا كيف نقير البيئة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل جوارزي نيجر يعلمنا كيف نقير ورحنا يعني يعجب والله يعجب مرة إليسا مرة جوارزي نيجر مرة عاصي الحلاني مرة ميد الحناوي حسبنا الله ونعم الوكيل همزية سكان خراطة مس النفس جوارزي نيجر راحوا نقار المقبرة ما شاء الله يعني جزائر يعني فيها داكاتيرا فيها علماء فيها باحثين فيها جمعيات مهتمة بالبيئة احنا هذوقان خلهم نروح نجيب جوارزي نيجر بشي نقيني علمنا كيف نقير والبيئة وهنا هذه قام فيها جمعيات مجتمع مدني داكاتيرا علماء أساتذة باحثين أصحاب تخصصات في البيئة والو نجيب لهم جوارزي نيجر يعلمهم ينقير بلادهم حسبنا الله ونعم الوكيل يعني بلاد الوضوء بلاد الوضوء وبلاد الصلاة وبلاد الطهارة وبلاد الخير والخمير نروح نجيب لهم أنا جوارزي نيجر يعلمهم ينقير بلادهم حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل سائل يقول نحن نعمل في الصحراء وهناك من يقصر الصلاة سنة كاملة فما حكم ذلك حاولوا تفهموا لما تقلعوا من داركم كي تقلع إذا نيتك تقعد في العامل التعك أكثر من أربعة أيام أربع أيام إذا ناوي تقعد أكثر من أربعة أيام فالواجب عليك الإتمام ولا يجوز لك القصر وإذا قصرت الصلاة صلاتك باطلة إذا لما تقلع من دارك ناوي تقعد أكثر من أربعة أيام خلينا من هذه الصلاة تقعد على المسافة هذه نقصرها يعني الطريق إذا كانت مسافة قصر هذه الطريق نقصرها أنا نحكي لما توصل إذا ناوي تقعد أكثر من أربعة أيام فالواجب الإتمام وإذا قصرتها صلاتك باطلة هذه واحدة اثنين إنسان ومقلع من داره ما راهوش عارف شعال راهو ناوي يقعد هاني قلعت من دار رايح الجانت الجانت مسافة بعيدة فالطريق نقصر ولكن ما على بالي شعال نحن نقعد وشاني دارنية قال شوف نوصل نخرج ورقام البلدية غير يطوني الورقان تاعي نهبط لداري أنا وصلت قالوا لي ولي غدوة غدوة وليت غدوة غدوة قالوا لي زيد يعني ما رانيش على بالي شعال رانيح نقعد هنايا نقعد انقصر 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 حتى نولي إذن هكو تفرقوا اللول على بالي شعال رايح يقعد الثاني ما على بالوش على رايح يقعد هذا لي يقعد يقصر ولذلك لما تقرأوا الصحابة في الشام قاعدوا يقصر 19 شهور لأن كل يوم كانوا نوين يولوه ما كانوش من البدية ماشي نوين يقعدوا مسافة قصر وأما الثالث شكونوا هو الثالث راهم مسافر على باله بلي يولي قبل أربعة أيام قال نسافر بالحد ونولي بالاثنين نولي بالثلاثة المهم ما نقعدش عشرين صالات ما نقعدش أربعة أيام هذا يقصر حتى يولي فهمتوها ما لما تخلطوش هادي في هادي دو كنتا تخدم في الصحراء إذا ناوي تقعد أكثر من أربعة أيام هنا حكم كحكم المقيم لا تقصر الصلاة وهذا لهم قصروا عام كامل صالاتهم باطلة واجب يقضيوها كلها مسألة أخرى أميسق سيو عليها بزاف ليخدموا في الصحراء لما ينتقلوا من مكان إلى مكان قال كما دك ليبحتوا على البيطرول رانا اليوم هنا في مكان ومعدي يزيدوا يدونا نبحتوا نفس القصة كيمام الدارك للخدمة كيف كيف انترك في مكان رايحين نقعدوا شهر أميلا نقعدوا أكثر من أربعة أيام أميلا نتممها صح قادنا شهر ومبعده قالوا نندكم إلى موقع آخر شعال نقعدوا قال معلبة نشعر لحين نقعدوا نروحوا بلك نولوا في نهارنا بلك قدوى من دك معلبة على سبيل خدمة أميلا هنا ما رايحين نقعدوا في هذا كل مكان واش نديروا هيا جاوبوني هيا بارك الله فيكم أما لهنا نقعدوا نقصروا حتى نولوا الآن لا لا قالوا نروحوا بالحد ونولوا بالتنين على قدس وصلنا بالحد وصلنا قبل صلاة الظهر هيا نحسبه الظهر العاصر المغرب العيشة ونولوا بالحد الحد وقتا نولوا بعد العيشة في الليل هيا نحسبه الحد صبح ضهر مغرب صبح ضهر عاصر مغرب عيشة خمس صلاوات واربعة أما لا كاين غير تسعة صلاوات وإحنا قلنا باشا تتم ما هلازم تكون نويت تقعد عشرين صالات أربعة أيام أما لهنا نقعد نقصر حتى نولي فهمتوها الله يفهمنا لي فهم يفهم لي ما فهمش ولي ما فهمش اي سقصي اللي يفهم واربي فهمنا إن شاء الله أنا ندرغي المفتاح واربي هو الفتاح سائل يقول أنا لاعب كرة قدم دعاني نادي أوروبي لللاعب ضمن صفوفه لكن ملابسهم تحمل الصليب فما حكم ذلك لا يجوز لك ما دام اللي بستحهم فيها الصليب الذي يعبد ويقدس من دون الله وفيه الصليب اللي هو علامة على الكفر على صلب المسيح وعلى قتله واللي فيه الصليب اللي هو علامة على أن الله الثالث ثلاثة وربي ما هو الثالث ثلاثة ربي واحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء أحد انت يا معي جزلك تلبس هذا اللباس ليدل على الكفر ما لا واش الدير ما تلعبش معاهم قالوا لك نعطوك مليار في السهر ما نلعبش معاكم لا إله إلا الله أغلى نعطوك زوج ملاير لا إله إلا الله أغلى نعطوك عشرين مليار لا إله إلا الله أغلى واش عليه واش قلنا لكم اشفوا يا جماعة انصحوني يا التجار واش قلنا خبزة صغيرة خبزة صغيرة فيها السانوج وطيبة مليح وفيها ريحة الخميرة ولا خبزة كبيرة حرقتها الكوشة خير إذا كنت عندك خبزة هك تلعب في الحلال قيش ما توكل مرتك أولادك ولا بس بيك سيارة مسكن أي الدنيا وما فيها ما ترش تلعب هذا الفريق ليدلك الصليب إذا البست الصليب كما لي كان في وقت فرنسا والبس مع فرنسا راح البس مع فرنسا يعوذ بالله إياك تق الله لا تخن الإسلام هذاك وشي سلكك سائل يقول سائل من سعيدة يقول جدتي أفطرت في رمضان الماضي بسبب المرض وتوفيت الله يرحمها ويوسى عليها ويغفر لها ويجعل خير أيامها يوم تلقاه وتوفيت يوم عرفة فكيف نقضي عنها رمضان قال صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صامعا هو ليه صوم عليها مستحب ما هو واجب من باب الإثم من باب الإثم جداتك ما عليها إثم كانت مريضة كانت تخلت يعني بسبب المرض من باب العجر يجوز لكم تصوموا عليها يجوز وحاجة لحبة تنفهمكم حاولوا تفهموها يجوز حتى تتقاسموا سألت شيخي رضي الله عنه الشيخ محمد رحو رضي الله عنه وأرضاه سألته في حياته قتله هل يجوز يتقاسموا قال لي نعم يعني العائلة تتعكم نمتلوا زعمة جداك هذي خلت عشر أيام يعني كلت عشر أيام يجوزنا نتقاسموا أنا نصوم عليها نهار الجمعة واخويا يصوم عليها بالسم واختي تصوم عليها بالحد وعمي يصوم عليها يعني يجوزنا نتقاسموا باش مطعش على واحد واحد يا جوز وقاعي يكون عندنا الأجر ويوصلها ويكرمها رب العالمين ويقول لها ربي فلان أو بعتلك الصيام وتفرح وتحس حسا سعيدة ما شاء الله لا تظن أن الموت موتا إنما هو إلا نقلة منها هنا أما لا صوموا عنها سائل يقول أنا أعمل في الجيش كسائق هناك أيام لا يوجد فيها عملا فهل المال الذي أتى قضاه حالا أم حرام شفتوا شفتوا ما شاء الله ربي يحفظك وربي ينصرك يا الجيش يا اللي يراكم في الجيش ولا الضرك ولا الأمن جيبوا نية